لا يصال وسلم تأيمان أبدا على حبيبك خير القلق كله ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن تقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة وأقام به الحجة فاستبانت المحجة بيطاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم حمل عنه مهمة تبليغ هذا الدين القويم والراث والسابقون في كل خير والمقدمون في كل فضل بلغ سنى نوره مشارق الأرض ومضاربها ثم حمله عنهم التابعون وعنهم أتبعهم فاكتملت حلقات عقد القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن لا نجاة من الضلال إلا بالتمسك بمنهجهم ولزوم سفيلهم ومن فضله تعالى أنه لم يخل عصرا من العصور من قائم له بالحجة ومن مجدد لمن درس من معالم الدين ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومن فضله علينا أن هدانا لمنهج السلف الصالحين وحبفه إلينا وأكرمنا باتباعه فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لا نحسي ثناء عليه وتتوالى نعم الله ويتجدد باللقاء بفضلة شيخنا المبارك الشيخ عبد الرزاك ابن شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله في هذه الزيارة المباركة وباسمي وباسم جامعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نرحب به ترحيبا حارا وورفقائه الذين جاءوا معه من المملكة العربية السعودية في هذا المكان المبارك بإذن الله وأهلا وسهلا بهم جميعا وأشكر الحاضرين على استجابتهم لحضورهم في هذا المكان لاستماع المحاضرة التي سيلقيها شيخنا المفضل ولم أقل عليكم الحجيث فإنكم جئتم لحضور محاضرة شيخنا والانتفاع بها فجز الله شيخنا خير الجزاء اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والاهتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا هداة المهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون واجعلنا مفاتيح للخير مغاليخ للشر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الفاتحين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده تبارك وتعالى بمحمده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه أحمده جل في علاه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب جل وعلا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا اللهم واهدنا إليك صراطاً مستقيما ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد أيها الحضور الكرام وأيها الإخوة الأفاغل حديثنا في لقائنا هذا عن موضوع نحتاج حاجة سديدة إلى تذاكر مضامينه والعلم به لأهميته وعظم شأنه وقد جعلت عنوان هذا اللقاء من هم أولياء الله من هم أولياء الله وهذا سؤال أيها الإخوة الكرام يجدر بكل مسلم أن يعرف جوابه ويجدر به كذلك أن يبدل جهده وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في تحقيق أسبابه التي بها ينال هذه الولاية والله عز وجل هيأ لأبواب هيأ لعباده أبواب الخير وشبل الترقي في دروب الكمال والرفعة وأوضح ذلكم في كتابه أتم إضاح وبين ذلكم جل وعلا أتم بيان فنيل الولاية أمر طريقه واضحة وسبيله جلي وهو أمر مبين في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبي سرواة الله وسلامه علي Dengan تبق أ hung lamp سي Push أمل أمام بلو دون إجراء سيكون وهم أموه ونع يضع ل 여기는 نظاق كله سيكون سهبة قد تضعه علينا وهضع فينا أتسابي سيحيحح السبب المتحدث في قليلة يطلق لأنه المتحدث منهم أولي الله على منهم الأولي الله إنتان هذه لأسيح للمسلم Untuk mengenal jawabannya Kemudian سالانيانا pula Bagi setiap Muslim Untuk memohon kepada Allah SWT Mendapatkan Kedudukan yang sangat mulia ini Karena Allah SWT Telah menjelaskan Dengan penjelasan yang sangat sempurna Untuk mencapai jalan Tingkatan Mencapai tingkatan wali Allah tersebut Demikian pula Rasulullah SAW pun Menjelaskan Dalam sunnahnya Langkah-langkah untuk mendapatkan Atau memperoleh Tingkatan menjadi wali Allah tersebut ويغني في بيان منهم كان لِلَّهِ وَلِيَّا فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ حَقًّ وَصِدْقًا هُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ Penjelasan rinci tentang jawaban dari pertanyaan judul pembahasan kita malam ini Itu telah disebutkan oleh Allah SWT Dalam firmannya surat Yunus ayat 62 dan 63 Sesungguhnya para wali Allah itu adalah Mereka tiada rasa takut Dan rasa sedih di atas mereka Siapa mereka? Jawabannya tersempur dalam firman Allah ini أَلَّذِينَ أَمَنُوا كَانُوا تَقُونَ Yaitu orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang bertakwa Mereka di dalam ayat ini Tersimpul secara sempurna Tentang siapakah mereka wali-wali Allah tersebut Yaitu orang-orang yang terdapat dalam diri mereka Dua sifat iman dan takwa Barang siapa yang terdapat pada dirinya Dua sifat ini Maka merekalah wali Allah yang sebenarnya Al-Quran dua sifat ini Dua sifat ini BAL-Quran tuat ini Yaitu orang-orang yang beriman Bahub Ratun ech di dalam diri Don Yaitu orang yang beriman Al-Quran Alska Hedua orang-orang yang datang その yang datang Dua jel他 Barang dan bisa Dua biman di diri وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله وكانوا يتقون أي يلازمون تقوى الله عز وجل بتجنب كل أمر يغضب الله ويسخطه جل وعلا فهم يتقون الحرام ويتجنبون الآثام ويبتعدون عن كل أمر يغضب الله تبارك وتعالى يفعلون ذلك تقربان إلى الله وسعين في نيلي رضا فكانوا بذلكم هم أولياء الله kemudian dalam firman Allah سبحانه وتعالى وكانوا يتقون adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa maksudnya sini adalah orang-orang yang benar-benar sentiasa menjaga يلازمون memastikan atau selalu sentiasa menjaga diri mereka dalam ketakuan kepada الله سبحانه وتعالى sentiasa konsekuen dan berdiri teguh di atas ketakuan kepada الله سبحانه وتعالى kemudian الذين amanوا kemudian pertama mereka adalah orang beriman maksudnya adalah beriman dengan semua apa yang dipintakan Allah سبحانه وتعالى beriman dengan Allah سبحانه وتعالى dan juga beriman dengan apa yang dipintakan Rasulullah yang antaranya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah سبحانه وتعالى dan mentaati Allah Rasulnya kemudian وكانوا يتقون mereka orang-orang selantia bertakwa artinya adalah mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah سبحانه وتعالى di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah سبحانه وتعالى mereka meniatkan yaitu sebagai ibadah takaruban ilallah dalam rangka menekatkan diri kepada Allah dan mengharap rida dari Allah dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah tersebut وقد أخادت الآية الكريمة أن الولاية علم وعمل الولاية عقيدة وعبادة الولاية طاعة وامتثال ليست مجرد ادعاء إذ إن من السهل على كل أحد أن يقول عن نفسه إنه ولي من أولياء الله لكن الولاية حقيقتها ودليل صدقها أن يجمع العبد بين العلم والعمل بين العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سبحانه لا يمكن من الله سبحانه وتعالى بالتقرب إلى الله عز وجل بطاعته بالإيمان به بعبادته بإخلاص الدين له بالبعد عما حرمه ولهى عباده عنه فمن كان كذلكم فهو من أهل الولاية لأنه من أهل القرب والتقرب إلى الله عز وجل معنى atau arti ibadah adalah artinya القرب artinya mendekatkan diri kepada الله سبحانه وتعالى الولايح lawan dari adawah adawah artinya menjauhi atau permusuahan maka ahlul layah adalah ahlul takarru orang yang benar-benar senantiasa mendekatkan diri kepada الله سبحانه وتعالى dengan keimanan dan ibadah serta menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh الله سبحانه وتعالى maka orang yang melaksanakan hal seperti ini mereka lah sebenarnya wali-wali الله سبحانه وتعالى يوضح عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواثل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لو عيدنه تأمل هذا الحديث العظيم لما قال الله عز وجل من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب كأنه قيل من هم الأولياء كأنه قيل من هم الأولياء فجاء الجواب في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواثل حتى وحبه فأفاد أن حقيقة الولاية التقرب إلى الله وكلما كان العبد أعظم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان أعظم حظ ونصيد في ليلة الولاية حالة الولاية حالة الولاية وآأى الله برخرة من عادا لي واليين برماً سيخفى يممسهي وَمُسُّهِ فَرَا وَلِكُ وَقَدْ أَذنتُ بِرَحَبْ سُمْغُونَ أَقُتَلَا أَقُمُمْكَاً أَقُمْكَاً أَقْنَاً تَرْنَاً وَطَى تَلَاً وَنَاً تَلَاًا سَوْرَامًا وَمَنْفَامًا لِلَهِ صَوْرَامًا لِلَهِ حال-hal yang manduk nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya kata Allah SWT bila aku mencintainya maka aku akan menuntun pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan akan menuntun pandangannya yang dengan itu dia melihat dan akan menuntun kedua tangannya yang dengan keduanya itu dia memegang dan akan menuntun kakinya yang dia berjalan dengannya jika dia memohon kepada aku kata Allah aku akan memberinya dan dia memohon perlindungan padaku aku akan melindunginya dalam hadis yang agung ini kata Sheikh yaitu jika kita merenungkan makna hadis ini yaitu jawaban tak ada pertanyaan tadi manhum alia Allah seakan-akan dalam hadis ini ada jawabannya yaitu siapakah mereka alia Allah adalah orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah SWT maka orang yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah baik dengan amal-amalan wajib maupun amalan sunnah maka dia ada orang yang paling tinggi derajatnya kewaliannya orang yang paling tinggi derajat kewaliannya ini sih siap Allah SWT Allah SWT وقد صدر هذا الحديث القدسي ببيان مكانة الأولياء وعظيم منزلتهم وخطورة معاداتهم وان من عاد معادات أولياء الله ومن يظهر عليهم العناية بالتقرب إلى الله وعبادة الله وطاعة الله وَلُزُّمِ barang siapa yang menyakiti para wali Allah sungguhnya dia telah Allah akan memerangi orang tersebut barang siapa yang diperangi oleh Allah SWT pasti dia akan merugi di dunia maupun di akhirat oleh sebab itu barang siapa yang memperlihatkan atau yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan dalam ibadah-ibadahnya dan menegakkan sunnah maka mereka rapari oleh Allah SWT dan barang siapa yang memusuhi dia orang yang menegak ketaatan kepada Allah dan menegakkan sunnah maka dia adalah musuh Allah SWT dan Allah akan menghancurkannya dan akan merugi dia di dunia dan di akhirat هنا يجب على الإنسان أن يحذر يسد الحذر في هذا المقام من معادات الصالحين وإذاء الذين يظهر عليهم الصلاح يظهر عليهم الحرص على العلم الحرص على العبادة الحرص على المساجد الحرص على الطاعة الحرص على بر الوالدين سلة الأرحام إلى غير ذلك من أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام ليحذر الإنسان أشد الحذر من معادات هؤلاء أو إذائهم أو السخرية بهم أو الاستهزاء أو نحو ذلك وقد يكون الإنسان يسخر من شخص ويستهزئ به وهو خير من ملء الارض مثلا فإذا لم يتمكن من بروق منزلته فلا أقل من أن يكفش الله وآده لِهَسْلَمَا مِنَ الْعُقُوبَةِ الْوَخِيمَةِ اللَّتِ يَبُؤُ بِهَا مَنْ يُعَادِ أَوْلِيَ أَوْلِيَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَبْحَانَهُ Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yaitu peringatan yaitu dari memusuhi orang-orang soleh dan menyakiti mereka mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dalam berbagai kata'atan berbuat baik kepada orang tua menegakkan sunnah dan amal-amalan ta'at yang lainnya seperti meolah-olah orang-orang Yang menegangkan sunnah orang-orang Yang tak kepada Allah SWT Merolak-olak mereka Jika seseorang tidak mampu Mencapai ketakwaan Ibadah yang mereka lakukan Maka hendaknya dia menahan dirinya Dari tidak menyakiti orang tersebut Maka oleh sebab itu hendaknya Hendaklah seorang manusia Hati-hati Dari memusuhi orang-orang yang soleh Orang-orang yang Mendekatkan diri kepada Allah SWT Yang rajin datang ke masjid Dan lain-lainnya Kemudian Al-Aqwan Kemudian Dia antara hal bentuk yang menjadikan Mendekatkan diri kita kepada Allah adalah Yaitu mencintai Orang-orang soleh itu sendiri Yaitu memiliki dada yang Selamat Tidak merasa dengki Atau benci kepada mereka Dan menghindari tindakan-tindakan Yang serupa Karena Mencintai orang-orang soleh itu Adalah bagian Dari hal yang mendekatkan diri Kepada Allah SWT Al-Aqwan 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 Tingkatan ini Disebut dengan tingkatan Al-Muktasidin Yang disebut Al-Muktasid Al-Muktasidin Adalah orang yang melakukan Hal-hal yang wajib Dan meningkatkan Hal-hal yang haram Seperti hal-hal yang wajib Adalah Masalah Salat Waras kuala Ramadan Zakat yang wajib Buna haji Bagi orang yang mampu Untuk melaksanakannya الدرجة الثانية وهي أعلى من هذه الدرجة درجة التقرب إلى الله عز وجل بفعل النواثل والمستحبات بعد العناية بالفرائض والواجبات وهذه مستفادة من قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواثل حتى وعبا والمراد بالتقرب بالنواثل أي بعد أداء الفرائض بعد أداء الفرائض وأداء الواجبات فهذه درجة أعلى من الدرجة الأولى وهي درجة السابقين بالخيرات وقد قال الله سبحانه وتعالى ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله tingkat yang kedua dari wali-wali الله itu adalah itu tingkat yang lebih tinggi dari tingkat yang pertama tadi itu tingkatan orang-orang yang melaksanakan amal-amalan sunnah setelah melaksanakan amal-amalan wajib yaitu melaksanakan amal-amalan sunnah setelah melaksanakan amal-amalan wajib dengan mendekatkan diri kepada الله سبحانه وتعالى dan sungguh-sungguh melaksanakan amal tersebut dari amal-amal yang mustahabat amal-amal yang dianjurkan oleh الله سبحانه وتعالى hal ini akan meningkatkan derajat orang tersebut dan ini tingkatan yang paling tinggi sehingga disebutkan oleh الله سبحانه وتعالى dalam firmannya bagian dari wali Allah tersebut diantara mereka muqtashidun diantara mereka ada yang sederhana saja melakukan hal yang wajib saja diantara mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan hal-hal kebaikan artinya setelah melaksanakan amal-amal yang wajib mereka melaksanakan amal-amal yang sunnah dan tingkatan ini jauh lebih mulia dari tingkatan yang pertama ثم بين في الحديث الثواب الذي يناله أولياء الله سبحانه وتعالى ولا سيما من يجاهد نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد أداء الفرائض والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المستحبات وأنواع القربات فإن العبد إذا كان كذلك فاز بحب الله له وإذا كان قد فاز بذلك فله تلك الآثار التي بينت في هذا الحديث العظيم حيث قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يفسر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه أي أن الله يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ويستجيب دعاءه ويعيذه إذا استعاذ به والتجأ إليه هذه كلها من الكرمات والهبات والمنان التي يتفضل الربو بها سبحانه وتعالى على أوليائه المقربين أهر يوغل الدعم 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 للدعم أحذر المقربين الأخلة للعمق Pirata الأخطين المقربين يوغل الأخطين Itu orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang diwajiban Allah, kemudian bersungguh-sungguh pula dalam hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam menyerangkan fa'edah dan pahala yang akan diberikan Allah adalah, Allah menyerbakan, apabila Allah akan mencintai orang tersebut, apabila dia melaksanakan hal yang wajib, melakukan hal yang disunah, Allah akan mencintainya. Apabila Allah mencintainya, maka Allah akan menuntun pendengarannya, dan menuntun pandangannya, Dan kedua tangannya Serta kakinya Kemudian jika dia memohon kepada Allah SWT Allah akan memperkenangkan doanya Dan jika dia memohon perlindungan dari Allah SWT Maka Allah akan melindunginya Ini adalah tingkatan atau pahala yang sangat agung Bagi orang-orang Bagi para wali Allah SWT Wadiri Allah SWT Wa'uliyah Allah Chepпа La yuzakku on an fusaha La yuzakku on an fusaha Qad kan Allah SWT Fala tuzekku An fusakum Aku auahlam Ma neztakam Fala yuzakku nfce La yuqulu on nafse Ana men euliyah Allah Wa anna men al-mukraben Wa anna wa anna لا يقول ذلك بل لا يزال يقدم الأعمال والقربات والطاعات هو خائف أن ترد عليه وأن لا تقبل من كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي قلوبهم خائفة من أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم طاعاتهم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب قال لا يبنى الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل فأولياء الله لا يسكون أنفسه يقول عبد الله بن أبي مليكا أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأن أستيقن أن الله قبل صحابي جليل يقول لأن أستيقن أن الله قبل مني صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها أحب لي من الدنيا وما فيها فأولياء الله سبحانه وتعالى لا يسكون أنفسه ولا يقول أنا أنا من الأولياء وأن كذا لا يقول ذلك بل يكون في تواضع وفي سكينة وفي هضمن لنفسه وعدما عجبن بعمله فهذه سأن أولياء الله حقا وصدقا وَأَالَا Kemudian diantara sifat wali u Allah adalah Dia tidak merasa suci dirinya atau tidak mensucikan dirinya Tidak membanggakan ketaatannya وَأَالَا والَا تُذَقُ وَأَمْتُ صَكُمْ Jangan kalian menyesucikan diri kalian karena merasa suci Sedangkan Allah yang lebih tahu siapa yang benar-benar bertakwa Maka dia tidak mengatakan Saya adalah wali Saya adalah orang paling dekat kepada Allah SWT Tetapi dia adalah orang yang merasa takut Bagaimana kalau amalan yang tersebut Tidak terima oleh Allah SWT Sehingga Allah سبقا Dalam firmannya وَالَّذِينَ يُتُونَ مَا أَتَوْ وَكُلُوبُهُ مُوَجِلَا أَنَوْ إِلَا رَبِّهِ مُرَجِعُونَ Orang-orang yang telah melakukan Berbagai amalan ketaatan Yang dia lakukan oleh mereka Hati mereka tetap merasa harap-harap cemas Dan mereka meyakini Akan kembali kepada Rab mereka Setelah dalam ayat ini Umul Mu'idin Aisyarul Anha Bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang mana ayat ini Apakah maksud ayat ini Orang-orang yang melakukan maksiat dari Rasulullah Orang berzina Minum khamar Mencuri dan lain-lainnya Kata Rasulullah SAW Tidak wahai bin anak Abu Bakar Siddiq Anak perempuan Abu Bakar Siddiq Tetapi mereka itu adalah orang yang sholat Berpuasa Dan berzakat Dan mengamalkan amalan ketaatan Tetapi mereka Merasa cemas amal-amalan mereka itu Tidak terima oleh Allah SWT Oleh sebetulnya kita lihat lagi Salah seorang tabi'i Yaitu Abdullah bin Abi Mulaika Menyebutkan bagaimana Mereka adalah orang-orang yang lambang dari Hamba-hamba Allah Para wali Allah Menyebutkan Aku menemui Lebih dari 30 orang sahabat Yang mereka ini adalah Tokoh-tokoh para wali Allah Semuanya mereka Yaitu takut Itu kena kemunafikan pada diri mereka Demikian pula berkata sahabat yang jalil Abu Dardak Rada'anmu menyebutkan Seandainya aku yakin Allah menerima salah satu dari ibadaku Jadi dari sholatku Satu sholat saja Itu lebih aku sukai daripada dunia Dan segala isinya Ini bukti bagaimana sahabat Para wali Allah itu adalah Mereka memiliki sifat tawadu Dan mereka tidak ujuk Tidak bangga diri Dengan amal-amal ketaatan mereka Itulah mereka wali Allah yang sesungguhnya Yang tidak membanggakan diri mereka Atau memperhamirkan Jabatan kewalian mereka di hadapan manusia Som kijken Undi customer kebalian Susi cinta Pada di widok أعظم كرامة أن يكون الإنسان مصلي أن يكون صائما أن يكون متصدقا أن يكون بارا إذا نظرت إلى العالم وجدت فيه المجوس وفيه اليهودي وفيه المشرك وفيه وفيه من أصناف أنواع الضلال والباطل والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فأعظم كرامة أن يكون الإنسان من أهل طاعة الله ليس مشركا ولا وثنيا ولا مجوسيا ولا مبطلا وإنما على دين الله سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسر هذه أعظم كرامة أعظم كرامة ولهذا قال أهل العلم أعظم كرامة لزوم الاستقامة أعظم كرامة لزوم الاستقامة أن يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى أما ظهور الأمر الخارق للعادة هذا ليس علامة على الولاية لأنه ليس من شرط الولي أن يظهر على يديه الأمر الخارق للعادة ثم ظهور الأمر الخارق للعادة على يد إنسان ليس بحد ذاته دليل على ولايته لأن الأمر الخارق للعادة قد يكون من الأحوال الشيطانية ومن تعاون الشياطين معه ليضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ولهذا يجب أن يحذر من هذا الطريق الذي يجعله بعض الناس بابا لمعرفة الولاية يقولون فلان ولي لماذا؟ قال لأنه يفعل كذا أمر خارقة للعادة يقول يفعل كذا لا إذا أراد أن يقول أحد عن شخص إنه ولي ولا تقال أصلا وإنما يقال نحسبه من الأولياء نرجو أن يكون من الأولياء إن شاء الله أنه من الأولياء لكن لا يجزم هذه الكلمة نحسبه إن شاء الله أنه من الأولياء متى تقال؟ عندما تقول فلان ما رأيته أبدا قد تخلف عن صلاة الجماعة أبدا ما رأيته أتخلف هو جاري ما رأيته أتخلف عن صلاة الجماعة أسمع عنه برا عظيما بوالديه أسمع عنه أن عنده صدقات ويساعد المحتاجين ويقف مع المعسرين إلى آخره أحسبه من أولياء الله هذا هو المسلك الصحيح أما أن يقال فلان من الأولياء لأنه يستطيع أن يدخل البيضة في القارورة ويستطيع أن يفعل كذا هذا كل قد تكون أحوال لأن كرامة أو يستطيع أن يستطيع أن يكون أحوالاً وبالسبب itu sebagian ulama menyebutkan كرامة أو يستطيع أن يكون أحوالاً كرامة أو يستطيع أن يكون أحوالاً كرامة أو يستطيع أن يكون أحوالاً ويستطيع أن يكون أحوالاً ويستطيع أن يكون أحوالاً ويستطيع أن يكون أحوالاً ويستطيع أن يكون أحوالاً أحوالاً ويقال عنهم أولياء يقال عنهم أولياء لله سبحانه وتعالى بل أصبح الأمر إدعاءات من أغم ما يكون بطلاناً مثل الخرافة التي انتشرت بن قديم عند بعض الناس أن الولي لا يذهب إلى الكعبة ليطوف بالبيت قالوا مقامه أعلى من ذلك البيت هو الذي يذهب إليه ويطوف به البيت الكعبة هي التي تذهب إليه وتطوب به ولهذا بعضهم لا يذهب وإذا قيل قال له أتباعاً ما رأيناك ذهبت لتطوف بالبيت يقول البيت هو الذي يطوف به البيت هو الذي يطوف به مع أن سيد الأولياء وإمام الأتفية محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة مرات كثيرة وطوف ببيت الله وهو سيد الأولياء وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم ثم تكتب هذه الخرافة في بعض الكتب حتى أنه في بعض كتب الأحكام بعض كتب الأحكام كتب الثف عقدوا مسألة مبنية على هذه الخرافة قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصل للناس قال صاحب الكتاب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول أن الناس يصلون إلى الكعبة باعتبار الأصل ولأنهم لا يدرون أين ذهبت الكعبة قال والقول الثاني أنه يجب على الناس أن يتحروا مكان ذهابها ويصلون إلى الجهة التي ذهبت لي هذه كلها خرافات تدرج على الجهال والعوام ثم النتيجة النتيجة لمثل هذا الدجل والخرافة أن الشخص لا يصلي ولا يطوف ولا يعبد الله ويقول أنه أتبعه هذا أعظم الأولياء ثم أيضا نتيجة ذلك نتيجة ذلك نوع من الأكل لأموال الناس ذا الباطل والاستخفاف بعقول الجهال والعوام والتضييع للدين والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى فوأسف كل هذه الأمور أدخلها الظلال تحت مسمى الولاية كمدين ديانترا خرافات-خرافات أو cerita-cerita bohong yang muncul akibat persepsi bahwa seorang wali harus memiliki keroma itu adalah yaitu ekstrim dalam mencintai para orang-orang soleh atau berlebih-lebihan dalam menilai seseorang dengan alasan dia memiliki keroma ya sehingga terjadilah gulu kepada para orang-orang soleh atau bahkan kadang-kadang orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sekalipun dia dianggap yang penting dia memiliki hal-hal yang luar biasa dianggap sebagai wali pembicaraan masalah ini sangat panjang sekali tetapi sering di tengah-tengah masyarakat penggunaan kata-kata wali terhadap orang-orang yang biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan maksiat bahkan meninggalkan solat dan dia kadang-kadang mengaku sebagai wali terjadilah pengakuan di sana-sini bahwa dia adalah wali kemudian diantara contoh cita-cita palsu itu adalah yaitu disebutkan atau cerita yang tersebar seperti mana di tengah sebagai masyarakat bahwa ciri wali itu adalah dia tidak mau tawaf di Ka'bah tapi Ka'bah lah yang akan tawaf di sekelilingnya ya maka ini satu cita yang banyak tersebar di tengah masyarakat bahwa seorang wali adalah dia kalau naik haji tidak naik pesawat tapi naik angin dan segala macamnya cerita secara bohong ini tetapi kalau kita lihat penghulu semua wali Allah itu Rasulullah s.a.w. bertawaf di Ka'bah bukan Ka'bah yang tawaf dengan ini bahkan sampai cerita-cerita ini masuk ke dalam sebagian kitab-kitab hukum fikih ya disebutkan khilaf para ulama kadang-kadang seandainya bila Ka'bah pergi tawaf mengelilingi wali bagaimana orang sholat pendapat pertama menyebutkan yaitu menghadap ke tempatnya yang asli pendapat kedua menyebutkan yaitu memperkirakan kemana Ka'bah itu berjalan ini bentuk-bentuk dari furafa cerita bohong tersebut kemudian akibat dari ini terjadilah yaitu persepsi kewalian kepada orang-orang yang tidak sholat kepada orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah s.w.t dan lebih parah lagi menjadikan label kewalian cara untuk memakan harta manusia dan inilah yang harus kita awas pada bagi muslim siapa sebenarnya wali Allah tersebut menjadikan menjadikan yang menjadikan yang menjadikan yang menjadikan dan jadikan yang menjadikan yang menjadikan yang menjadikan yang menjadikan menjadikan yang 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 menjadikan dan akan memakan waktu yang cukup panjang tetapi biasanya kurafat-kurafat cerita bohong tentang wilayah atau kewalian-kewalian tersebut tersebar di tempat-tempat yang jauh dari ilmu dan jauh dari sunnah oleh sebab itu barang ini mendapat mencapai tingkat wali Allah subhanahu wa ta'ala dan taklah dia bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala amal ketaatan dan menjahui segala bentuk kurafat-kurafat yang tersebar di masyarakat atau para orang-orang pelakunya dan yang menyebarkannya kemudian bersungguh-sungguh menyalankan sholat di masjid dan menuntut ilmu serta menjauhi segala tempat-tempat dosa dan tempat yang keharaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di zaman fitnah yang cukup luar biasa ini bagaimana seseorang bisa mengharap kewalian dan dia terjerumus dan tenggelam dalam segala bentuk berbagai keharaman yang diharampakan Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itu kita hendaknya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa kita baca dalam sholat kita dalam surah al-fatihah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunjuk kepada jalan yang lurus jalan-jalan telah diberi nikmat kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapat ilmu dan juga dibantu Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat kesimpulannya wilayah adalah atau untuk mengejar kewalian adalah bersungguh-sungguh menjalankan hal-hal yang wajib dan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan Allah serta menambah melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah atau amal-amalan sunnah kemudian kemudian terakhir berdoa dengan ilmu yang cukup panjang sekali memohon bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dosa-dosa orang tua kita dan para guru-guru kita kemudian juga membantu kaum muslimin yang lemah dimanapun di tempat di bumi Allah ini terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di surya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan melihara kita dari atas sunnah dan menjaga sampai akhir hayat kita kemudian saya menutup dengan bersolat kepada Nabi SAW demikian apa yang dapat kami terjemahan mohon maaf jika ada kekurangan dan keliruan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati